السلام عليكم اهلا وسهلا بكم سعيدة بلقياكم مجددا على قناة سعاد تيفي كانت منها من كل قلبي اتلقوا هذا الفيديو وانتوما كتمتعوا بصحة وعافية ان شاء الله انتوما وحببكم وكل ما نعزيزه غالي على قلبكم اليوم ان شاء الله سنقدم لكم السمن رائع جدا مورق خفيف شيش محمر شا هو منه بدون دقيق فقط بالسميد الناعم او الفينو فهذا المسمن كي جلدي بزف بزف وناجح مليون بالمئة فكنت منها ان شاء الله تبعوا معي تعرفوا على المكونات ديالو طريقات التحضير لان الطريقة ديالو مهمة جدا باش ينجح لكم المسمن ديال الفينو فبسم الله وعلى بركة الله غدينحتاجوا خمسميات غرام ديال دقيق الفينو او السميد الناعم جدا او الدقيق الاصفر كي يكون على هذا الشكل غدينقربوا ليكم اكتر باش يوضح ليكم ممكن تزيدوا في الكمية او تنقصوا فانا اعطتكم واحد الكيمية اللي كتخرج النات بركة الله واحد الكيمية اللي لا بأس بها غدينحتاجوا رأس ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات ملعقة صغيرة غير مملوقة من الملح قليل جدا جدا من خميرة الخبز قليل جدا فقط كانت من الكمية تكون واضحة لكم وتاخدوها بعين الاعتبر وملعقة صغيرة غير مملوقة من السكر اللي ممكن تعاوضوها بالعسل وغدينحتاجوا 300 ميليليتر من الماء الدافئ جدا الماء يكون درجة الحرارة كيتحمل هاليد ديالنا ونبدو كنضيفوه وكنجمعوه المسمن ديال الفينو وطريقة ديالو شوية مختلفة في العجن ماشي بحال طيق دقيق فيه ساعة كيت تجمع لنا بينما الفينو العكس يعني يخصوه شوية ديال الدلك يعني تبقو هكا يعني تجمعوه وتبقو تضيفو الماء ونتو ما كتدلكو وتديو تجيبوه باش هكا كيرطب وكيرجع وحد العجين اللي متماسك وما كيبقاش يبن هكا وحد العجين اللي متقطع الماء كنضيفوه تدريجيا وحنا كندلكو ووسر ايضا الماء يكون بدرجة الحرارة يتحمل هاليد ديالنا يعني دافئ شوية بالزايد باش هكا كيت تجمع لنا ذاك الفينو وكيرطب من بعد يعني ما كنشوفو العجينة والتي يعني بحالة ديرين فيها دقيق يعني كتولي واحد العجينة بهاد الشكل مدلوكة وكتجبد وهاكا فيها واحد الفقاعات تابا غدي ندهنوها بالزيت ونحطوها على جانب بالنسبة للماء انتو ما غدي بقاوا تضيفوه تدريجيا حتى تشوفوها كالعجينة والات متماسكة ومدلوكة مزيان غدي نغطي نخليه يرتاح من بعد ما يرتاح خليتو غير استديال دقايق كيصبح مرتاح بهاد الشكل لان الماء الساخن وايضا متكتروش الخميرة غي داك راس ديك الفتيو تد الخميرة باش ما كتخمر لكمش العجينة غي كترتاح العجينة كتصبح رائعة جدا كتصبح يعني ما تقولوش عليها الفينو ببه ديتو دابا غدي نشكل المسيمنات ديالي الحجم ديال المسيمنات متو ما تتحكمو فيه فانا غدي ندير ان شاء الله الكويرات شوية كبار غدي نبدا ندهان يديا بالزيت وكن حاولو يدينا ما نقصوش في الوسط ديال العجينة يعني العجينة من الوسط ما تتقشش بالزيت غير هكا من بره باش ما تلسقش في اليد ديالنا باش دائما لمسمن فشن بغي نطلقوه ما كي تقطع ناشي لانا يدى تقص الزيت وجمعنا ودك الزيت تجمع في المسمن من الداخل باش كي نجي ونطلقو داك الزيت ما كي خليش العجينة تتماسك مع بعدي تاو تتطلق انتبا غدي نستمر بهاد الشكل ولمسمنات ما شاء الله كنديرهم شوية كبار خرجت من العجينة اللي اعطيتكم خرجنا ست ديال المسمنات كبارين يعني تقدروا تخرجوا حتى العشرة صغي ورين غدي ندهانهم بالزيت ونغطيهم ونخليهم هكا يرتاحوا المدة ديال ستتقايق اخرى فالعجينة كتتطلق بسرعة خديت الزبدة فالزبدة انا خديت الزبدة ديال العبار خدوا اي نوع ديال الزبدة متوفر ووضعت ووضعت هاد الدوب ومن بعد ما دابت وضعت ملعقة من الناشا بنسبة المعلقة النشا وضعت المعلقة صغيرة وضعت نصف كأس من الزيت وغدي نوضع كأس من السميد الناعم او السميدة ديال الحرشة اللي بغيتو هنا عندكم الاختيار ما بين السميد الناعم او السميدة العادية الخاصة بالحرشة والبسبوسة فغدي ناخد الزيت والخليط اللي حضرنا معا بعد وغدي ناخد الكويرة ولكن دائما ردوا البل انا كنعطيكم الوقت اللي خداليا انا يمكن درجة الحرارة اللي كتكون في المطبخ تكون مختلفة ما بين مطبخ ومطبخ فدائما انتم مشوفوا العجينة واش تلقات راسها هدا هو السر يعني ديال المسمن يعني العجينة تكون طلقة راسها يعني المدة دائما نخدوها بعين الاعتبار من بعد ما اطلقت المسمنة ديالي بشكل جيد دهنت بالخليط ديال السميدة مع الزيت مع الزيت مع الزيت مع الزيت مع الزيت مع النشا هكا دهنت الوسط مزيان وغدي نطوي بهات الشكل هدا طويت الجانب الاول وطويت الجانب الثاني بهات الشكل ما كنحطهمش على بعضه من بعد ما طويت كنتمننا في الفيديو تكون مضحة لكم كندهان بالخليط ديال السميدة وكان طوي بهات الشكل يعني غدي نشكله مسمنا مربعة وكيجي هائل لمسمن بهات الطوية هدي طويت لمسمناء الثدباب هديك الطوية ممكن مباشرة تكملوا يعني مباشرة اللي طويتوها طيبوها لكن انا بش نمشي معكم خطوة بخطوة في الفيديو غدي نزيد نطلق معكم واحد اخرى ونرجعو ان شاء الله للطياب فغدي نطلقو لمسمناء الثانية دائما بنفس الشكل في الاول كندهنو غير بالزيت يعني سطح العاما ندهنو غير بالزيت بو حديته من بعد اما كان طلق كاناخذ الخليط ديال السميد مع الزيت والزبدة وكان دهنها كالوسط ديال المسمن ما كان ديرش بزاف كان دير هي واحد ديال خفيفة كان طوي الجانب الاول بهات الشكل وكان طوي الجانب الثاني دائما ردو البال لانا ما نحطوش يعني نخلي وفين تطوالي نجيها الاخرى وكان طوي بهات الشكل يعني نربعو المسمنة ديالنا بشكل عادي غير في الوسط كتختلف الطوية دابا غادي نقدل المسمنة ونرجعن الاولى ان شاء الله نطلقها بهات الشكل فبالنسبة للطوية كنعاود ناكد فما كي يجي المسمن بحلا مطلوق راسه مباشرة اللي طويتوها طيبوها مكين تشي اشكال غادي نوضع المقلة حتى كتسخن مزيان كنرشها بشوية ديال الزيت وكان حط فيها المسمنة ديالي المسمن منخلي وهش يحمر غير هكا ينشف من الاسفل نعاودو نقلبوه منخلي وهش يشد الحمورية دائما هكا نبقاو نقلبو المسمن ونعاودو نقلبوه ونعاودو نقلبوه كي زوينه وكيجي مورق فهدي هي المسمنة يعني ما شاء الله كيجي واحد المسمن اللي ما نقول لكم شيبوها من شهوه منه تبا غادي نحطها على جانب دائما فاش نحيدو المسمن من المقلة هو سخون نفرشو لي الورق ووالاحسن يكون الورق اي اي ليمي يكا نشيري والمسمن كيعطي وهنا فيه فديك الورق رائع جدا او ورق الزبدة حتى هو زوين فكنطلق المسمنة وهنا هاد المسمنة هذي رشيتة بشوية ديال الفينو من براها كيجي ناشف وزوين وغادي نحطها في المقلة ونقدها مزيان وكندها نغيب واحد شوية ديال الزيت غيك نشوفها شدت راسها وكنعاود نقلبها وما شاء الله كيجي المسمن رائع وكينتافخ مزيان ما شاء الله وكينتافخ بسهولة يعني مباشرة مكت يعني كتحطوه في المقلة كتعودو تقلبوه فكينتافخ ويعني كيف شفته يعني غيب الساميد الناعم بوح ديتو ودابا غادي ندير معاكم سمنة وحدة كيف كتشوفو هذي مباشرة بعد مطويتها كنطلقها يعني باش نطيبها نيشا فهادك الطوية اللي كنطويوا بها ما شاء الله صلى الله تعالى من بي كتخلي المسمن مطلوق ومرتاح يعني ما نحتاجوش نعاودو نستنوه فهنا وانا كنتلقوه دائما كالرش هكا بالساميد الناعم او الفينو المقلة دائما قبل ما نحط فيها اي مسمنا نمسحوها مزيان الفينو او مسميد اللي كيكون علاق لنا بيها وصفيك نحط المسمنة دياني وهي كالطيب غير نشوفها شدة راسها نقلبها عاو تاني نقلبها حتى كنتافخ ونستمرو ان شاء الله بالطياب حتى نكملو المسمن دياننا كامل ونرجعو ان شاء الله مع بعض نشوفو الشكل النهائي اللي مسمن اللي حضرنا مع بعض بالساميد الناعم بعد ما كنكملو الطيب ديال المسمن ديالنا كيكون علا هات الشكل فماشاء الله كيجي والمسمنات ممتازين وكيجي ورائعين جدا فالمسمن ديال الفينو كيجي بطبيعة الحال لا في المدق ديالو ولا في الشكل مختلف على المسمن اللي كيكون هكا مخلط ما بيندقيق والفينو او ما بيندقيق ببحدته فالفينو كيكون واحد المدق فيه مميز وخاص وايضا القرمشة ديالو الطروة ديالو كيكون هكا ببحدتها فكنتمنى ان شاء الله يكون واضح لكم اللي مسمن وانكم تجربوه فدائما كيتلبوني الاخوات باش انني نقدم مسمن فقط بالفينو او بالساميد الناعم ببحدته فانا اقتلحتو عليكم وكنتمنى نكون عند حصن طن ديالكم غدي نقسم معكم باش تشوفو كيكي جي من الداخل فهدا المسمن ديالنا كيفاش كيجي من الداخل كيجي مورق زوين بزف 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 والاهم انه كيجي ناشوفو ما كيتشربش نهائيا لا زيت والزبدة ما كتبانش فيه وراجح هادي التخليطة اللي قدمتها لكم فكنتمنى ان شاء الله انكم فعلا تجربوه فكيستحق التجربة برتجي واه مع الاهل والاحباب ديالكم لي كيهم هم هاد النوع من المسمين يكون هكا فقط بالساميد الناعم او بالفينو ببحدته فقط تبعو مراحل العمل وتبعو طريقة ديال العجن يعني عجنوه مزيان 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 باش هكا الدقيق الفينو كيرجع متماسك مع بعضو وكي ترجع لنا واحد العجن اللي رضبه ولينا فكنتمنى ان شاء الله انكم عند حصن الضن ديالكم وكنتمنى لكم دائما وابدا كل ما هو جميل اذا اجبكم هاد الفيديو عفاكم دعموه باللايكات ديالكم والتعليق ديالكم زوينة 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 والطيبة فكنتمنى لكم كل ما هو جميل ودوام الصحة والعاثية استودعكم والله دمتم في رعاية الرحمن مع السلام